خلونا نتعرف على المفاجآت اللي لسه ما خلصتش وهتفضل معاكو لحد نهاية شهر تمانية مع زملتنا دينا شرف صباح الخير يا دينا صباح الخير يا هيبة صباح الخير يا شازلي صباح السعادة والتفاقل على كل المصريين في كل مكان صباح الخير يا مصر من المدينة العالمين الجديدة الجو لطيف هنا جدا بعيدا أن انتوا بتعالوا من الحر في القارة لكن احنا عندنا هنا في العالمين الجو لطيف ومبارح فعلا الجو كان لطيف جدا والأجواء كانت صحرة في مدينة العالمين الجديدة في حفل مجدر رومي الحفل الأسطوري الكبير اللي حضروا ناس كتيرة جدا واستمتعت بشكل كبير وفعلا كانت كلمات غير أي كلمات ممكن نسمحها في حياتنا المجدر رومي مبارح كانت متقلقة ومحبة للشعب المصري في كل طاقتها لأنها كانت بتتكلم قد إنها بتكون سعيدة في وسط الشعب المصري والجمهور المصري اللي دايما بتستمتع لما بتكون في حفلات موجودة في مصر ختمها لحفل بالأمس كان بعلم مصر وغنت أحلب بسماها وبطرابها مدينة العالمين الجديدة فعلا بتشهد زخم سياحي كبير جدا بسبب الرواج اللي بتقدمه من خلال مهرجان العالمين اللي بيشهد فعاليات كثيرة جدا الفعاليات دي مش فعاليات فنية فقط لكنها كمان فعاليات رياضية وفنية وتراصية للكبار والصغار كمان بنشهد تطبيق جديد لمهرجان العالمين تم إطلاقه علشان نتعرف على كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالمين وكمان قديه هو منظم وبشكل كويس جدا الفعاليات دي موجودة على هذا التطبيق فيه كمان بودكاست العالمين اللي هيشهد استضافة عدد كبير من نجوم المحبين لمدينة العالمين واللي كل جمهورنا بيحبه المصرحيات المتنوعة اللي بنشهدها يمكن لسه في بروفات لمصرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم هنشهدها خلال الأيام القادمة لكن حاب أقول لكم إن احنا هنا بنستمتع جدا بالفعاليات وبكل الأنشطة وبالرياضة وفي البادل وفي الكرة الشاطئية يعني أي حد عايز يجي يستمتع هيفعلا هيلاقي هنا زخم كبير جدا وسعادة كبيرة في مدينة العالمين حاجة تانية عايز أقولها لحضراتكم وحنا يمكن بنتكلم النهاردة قد إيه مدينة العالمين تحولت من مدينة للألغام لمدينة تكنولوجية من الجيل الرابع مدينة صديقة للبيئة زي ما كل الناس بتقول عليها ويمكن تم تقييمها بالشكل ده بنية تحتها متميزة جدا يمكن الأبراج الصديقة يعني بنشهد فيها تطور كبير جدا على مستوى عالمي السياحة في العالمين مش بس من المصريين لكن في العرب وفي الأجانب وده بسبب كمان إن احنا بيكون عندنا نجوم كثيرين جدا بيحضروا حفلات وبيقدمونا حفلات في مهرجان العالمين مش بس من مصر أو مصريين لكن كمان من الوطن العربي ككل بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر